قثرت الهدرة على العملة للخارج والعملة للكثاء والعملة لها قثرت بزاف الهدرة لأن هذا نظام عميل لأن هذا نظام تاع عملاء تاع زلام نظام هذا نظام تاع عملاء تاع زلام هذا النظام اللي كلمة زود جميع من يجي ضدنا وعميل او خبرجية مش كنتم خبرجية انتما لما تروحوا تتخابروا مع أجهزة أمنية تاع مستعمر الأمس بكها مستعمر البارح تتخابروا معاه تتحالفوا معاه ضد جزائريين واش تسموها هذا وما يقبل لكمش وما ينشي لكمش واش تسموها هادي دولة الحرام زي ما هوش تخابر ما كمش خبرجية ها ما كمش خبرجية قال هاي معلومة عليش معبد واش عندنا عندنا أعطونا المقابل أعطونا هاكم تومن خبرجية ها نعطي لكم بالدليل وذور كينا نقطة أخرى هادي اليوم أصبحت مؤكدة وعن مصادر ما فيها حتى شك لان مصادر جاي من قلب المؤسسة الي يحكموا فيها عملاء تعفرنسا وناتكلمنا على فارد بنشيخ وقلنا بيكيش سيد كان يخدم في وزارة العدل في فرنسا باش تخدم في وزارة العدل فرنسا يسيب تكون عن الجنسية الفرنسية وعنده غير إقامة ومزوج معه وحدة فرنسية ماريا جابلون ومدير أمن وحق هكذا خلينا من هذا كم ما الذي معروف هذا فريد بنشيخ يرى مدير أمن أنا لا أدخل في صراعات مع المخابط المخابط يصيرون معه لدي أحرام كثير منه مجريمين وإلا هو أخي وما مجريمين وما مخانو أهد الشهداء سيبير عليك ناصر الجن رأسي أبو الحيا وجبار منه هذو كان أخا وناخا لأنه الشهداء ما مادوش بشك يأتي واحد أولد حرام أولد حرام أولد حرام ناصر الجن يأتي يقتل الرجال بدم بارد أولد حرام ولا أبو الحيا ولا غيره أسرع هذا لا يوجد داخل في الصراع كما قلت هذا أخي نقول أخي مجريم هناك زوج ونعطيك على هدف فريق نحن 25 جنفير والخبر جاء من مديرية الأمن الوطني خبر من مديرية الأمن الوطني ومين يعني وسط مقرب مقرب جدا للمديرية الأمن يقولوا لي أنه يوم 25 جنفير فريد بن شيخ مشى مع مدير الحدود تعالى باف الشلطة الحدودية علي بداوي مشى الفرنسة هم من جهاز عمارة حول انتيربول حول ليون لا يشوفوا جماعة انتيربول انتيربول لا تحكم حتى شرطة الجزائرية لا تعمل مع شرطة الجزائرية لأن شرطة الجزائرية قطرت عليها طلبات للناس سياسية لذلك لا تتعاملوا معهم يروح هذا فريد بن شيخ وعلي بداوي نعطيك بالرسمي كلمة العملة العملة انتم العملة والخد من داعكم اللي تحميوا فيهم عملة يتلاقاوا بالمدير السابق تا المخابرات الخارجية الفرنسية جون كلود كوسرو اللي هو صديق حميم تا فريد بشيخ كيما إيف بوني صديق حميم تا خالد نصار كي سادقك مدير مخابرات نسابة عيونك عجبوه عينين فريد بشيخ ولا لا خاصة أنه سيد رفي منصب حساس دانك تلاقاوا في هادل وثنا الاجتماع كان حضر جنرال نيكولا لنا نيكولا لنا اللي كان هو الانسيان تلغف بالشيخ والجنرال لنا كان لقاء سري وكان خارج المهمة اني مشى عليها ليون وكان مشى زيارة الانتيربول هذا العمل مع الانتيربول لكن اللقاء هذا كان خارج هذا طبعا تبون بلغوا التقرير وجاء الخبر الخبر جاء كون تبوني واللي حرام يخاف من شين الريحة لانه شين الريحة صاحبه بنشيخ عارفوا بعضهم في السحراء كانوا في التروازيام كانوا في بشار دونك يخاف منه يزمو يخبي عليه وشنو زعف كيفاش من اللحق لانه شخص وخرجوا حرام تزعف قال كيفاش خرج الخبر هذه بلاد كيفاش حتى يخرج الخبر هذه الخبارة عندي و اليوم ارى اني نضيع فيه كيفاش انت يا سحما رئيس الدولة رخيص واحد ما فوتا عليك واحد ما اجابك جي تخبي على واحد خبيث خائن يجسس وعلى الجزائر في اعلى منصب على مسؤول امن الوطني كم على الخبارجية وعلى عماله وعلى اقدار وعلى اقدار امشي نعلبوك ونعلبو الراسة ديالك منين قنت يا خبيث ونعلبو اللي يحطك في ذلك المنصب ونعلبو اللي يسفقلك ونعلبو اللي يقعد معاك ويقف معاك هذا جسم الجزائر ينخر فيه يجي واحد مسؤول زي ما حاطينه مسؤول على الامن الوطني كل اسرار نيمت فيها وقل انت بعتمد في الاسرار وكنت نمد في اسرار ما بقاوش اسرار في الجزائر ما بقاوش اسرار يطيح تقرير في الرئاسة يجيني منه انا الاخضر هذا يطيح يجيني ما كانش حتى هدرا لانه ما بقعتش عندكم حتى شي لي تخبه ما بقاتش الدولة ما بقاتش الدولة دولة اللي تحقرو فيها النساء بشبوش من شكل اكتش من شكل اكتش من الشخص من شكل ا cemetery ACT شكرا